اشتركوا في القناة مقابلتين منفصلتين مع وسائل اعلام اسرائيلية انه اتفق على تشكيل حكومة وحدة لمدة ثلاثة سنوات بموجب اتفاق تنوب مع جانس على رئاسة الحكومة واوضح ان الاتفاق ينص على ان يبقى رئيسا للحكومة لمدة عام ونصف ثم يحل جانس مكانه لفترة مماثلة واجدد نتنياهو مهاجمة العضو في كحولفانيا ايرلابيد واعتبر انه العائق امام تشكيل حكومة وحدة مشيرا الى ان جانس يقول ان اسرائيل قبل كل شيء ولبيد يرفض ذلك وخلال حديثه وصف نتنياهو لبيد بالمجنون كما وهاجم نتنياهو النواب العرب ووصفهم بداعمية الارهاب واصدر تصريحات عنصرية حرض من خلالها على القائمة المشتركة قائلا ان حكومة وحدة سيشارك بها الجميع باستثناء القائمة المشتركة قال رئيس الكنيسة يولي ادلشتاين انه اذا تمت تنحيته من منصبه ستتوجه البلاد الى انتخابات الرابعة وجاءت تصريحاته بالوقت الذي يسعى تحالف كحولفان واغلبية مؤلفة من واحد وستين عضو كناسة لاستبدال ادلشتاين وانتخاب عضو كناسة من تحالف كحولفان خلفا له وقدمت دائرة الالتماسات في النيابة العامة الاسرائيلية رد المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندل بليت على الالتماس ضد ادلشتاين وجاء فيه ان سريان تعليمات اوامر الصحة لا تمنع مداولات الكنيسة ومداولات لجان الكنيسة واشر رئيس الكنيسة الى ان استبداله في التوقيت الحالي قبل تشكيل حكومة قد يؤدي الى وضع انصدامي وحزبه ليس عضوا في الائتلاف الحكومي وعندها سيكون مصير الحكومة صعبا وخلال اسبوعين او ثلاثة سنذهب الى الانتخابات ولادة حكومة في اسرائيل لا تزال تتعثر فمعسكر كحولفان لا يزال يشهد حالة انقسام بين مركباته اما حزب الليكود بقيادة بني مينتنياهو فهو يستغل كل فرصة لتعميق حدة هذا الانقسام كل هذا يحدث دون ان يتوقف نتنياهو عن حرب التحريض ضد القائمة المشتركة وضد اعضائها الذين لا يتوقف عن وصفهم بداعمي الارهاب نتنياهو يناور نتنياهو لا يوجد ثقة به من كحولفان ولا يوجد ثقة من الاحزاب الاخرى المعارضة احنا بالنسبة ان في المشتركة لغاية الان لا يوجد اي تواصل الرسمي مع كحولفان بالنسبة لدعم حكومة اقلية لم يتوجهوا الينا بهذا الخصوص على ما يبدو يعني ان بحاجة الاستنفاذ احتمال او امكانية اقامة حكومة واحدة ومن ثم يبدأون بالتفكير باقامة حكومة اقلية الحكومة التي يريدها نتنياهو حكومة لا عرب فيها يتناصف رئاستها عاما ونصف ليترك رئاستها التي يشغلها منذ اكثر من عقد من الزمن عام 2021 لبيني جانت هذا ما دار في الكواليس التي يبدو ان بيني جانت لم يرغب بعد في كشفها فخرج لينفي تصريحات نتنياهو وكتب عبر حسابه في الفيسبوك نتنياهو من يريد الوحدة لا يحدد مهلة او شروطا ولا يستخدم التسريبات ويمس بالديمقراطية وبالمواطنين ويشل عامل الكنيسة انتخابات رابعة لم تعد مستبعدة ونتنياهو لا يتعهد بالخروج من بيت رئيس الحكومة الا وعينه على دخول بيت رئيس اسرائيل وهو بذلك يحاول كسب سبع سنوات من الحصانة من اي تحقيقات هجم رئيس حزب اسرائيل بيتينو افكدور ليبرمن سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين تنياهو في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد بالبلاد فيما اكد استعداده للانضمام الى حكومة وحدة بين حزب الليكودي وتحالف كحول لبان برئاسة نتنياهو جاء ذلك خلال تصريحات ليبرمن لوسائل اعلام اسرائيلية شدد خلالها على ضرورة تشكيل الحكومة لمواجهة ازمة كورونا والتبيعات الاقتصادية التي ستترتب عليها مستنكرا تفرد نتنياهو باتخاذ القرارات واشار ليبرمن الى انه وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة فان ازمة كورونا ستخلف مليون عاطل عن العمل ونسبة النمو ستصل الى الصفر قائلا ان البلاد تدخل في حالة من الرقود دون لجنة مالية في البرلمان تجاهل او عدم اكتراث من وزارة الصحة الاسرائيلية باقامة مراكز فحص تكشف الاصابة بالكورونا في المدن والبلدات العربية حيث افتتحت مؤخرا عدة مراكز للفحص في مدن مركزية بالبلاد استثنت بذلك المجتمع العربي ولكن واضح اكثر واكثر انه في المراكز اكثر يعني في المجمعات العربية مش موجود هذا الشيء المشكلة في محلين اولا عم نسمع كتير ان الناس بتتوجه لنجم داود الحمراء بتطلب تنفحص ونجم داود الحمراء ما بتخرج انه تعمل هاي الفحصات فهي شغل معيني والشغل الاكثر حتى في المراكز اللي تحدثوا عنها مش موجودة في المجمعات اعضاء القائمة المشتركة جهودا حثيثة بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية العربية ولجنة المتابعة من اجل الضغط على وزارة الصحة لتكثيف الفحصات داخل المجتمع العربي والكشف عن المصابين بالكورونا كما وجه مركز مسوى رسالة الى وزارة الصحة يعكوف لتسمان في هذا الصياق في نوعين مراكز واحد مراكز صغيرة اللي موجودة بنجم داود الحمراء اللي بتفعلها الحكومة او وزارة الصحة من خلال نجمة داود الحمراء واحنا بنعرف ان هناك فيش عدد كافي من محطات نجمة داود الحمراء في المجتمع العربي ومراكز خمس مراكز كبيرة اللي انت بتفوت بالسيارة واحد منهن بلش اليوم يشتغل بتلقافيف انت بتفوت بالسيارة مع كل العيلي ونفس الشي كمان مشغلية نجمة داود الحمراء فاحنا طلبنا اقامة على الاقل خمس مراكز واحد منطقة سخنين عرابي دير حنة واحد منطقة الناصري لمنطقة الناصري واحد منطقة ام الفحم عرعرة واحد منطقة الطيب الطيري واحد منطقة راهط منسوب عال من الوعي والتزام تام بتعليمات وزارة الصحة واتخاذ التدابير اللازمة تضاف الى الحاجة الماسة باجراء فحوصات يومية وباعداد كبيرة لمن هم في دائرة الخطر ومعرضين للاصابة بالفيروس وهو حق يترتب على وزارة الصحة توفيره للمواطنين العرب اسوة باليهود بشكل عاجل وفوري دون اي تأخير قد يؤدي الى تداعيات لا تحمد عقباها فشل دريع لمؤسسات الدولة خاصة الصحية منها التي وصلت الى اقل من نصف المواطنين الذين كانوا في عيادة كلاليت الف في بلدة كسيفي بالنقب حيث اعلن نهاية الاسبوع عن اصابة طبيبة بفيروس كورونا بعد ان داومت ثمانية ايام قبل خروجها الى اجازة مرضية بالنسبة لموضوع اللي كان يوم الجمعة احنا طبعا في عدة اجراءات سوف نقوم بها في الايام القليلة القادمة مع كبارة حليم كلاليت ومع وزارة الصحة انا ستوجه بمكتوب رسمي ليش كان موضوع التضليل او موضوع ان الدكتوراهي اخذوها من يوم اثنين في امبلانس من العيادة الى المستشفى في بير السبع وليش الاعلان تم بس يوم الجمعة بعد الساعة 12 عن انها كانت حاملة لفيروس كورونا واحنا كون نطلبنا الاهل كل واحد ان يقعد في البيت يحافظ على ايدا نظيف وكل شوي يغسل ادابة الصبون والمي يحاول يعقم لا يصيد الاشياء اللي مش لازم يصيدهم برضو لو حط على فما عوجه كمام وعلى ايدا كفات برضو بكون كويس كون مرة مش لازم يطلع مش لازم يلف في الشارع مش لازم يمشي على المحلات العامة لفترة كون مرة بتعدي اسبوع اسبوعين بتمشي اذا احنا بنحافظ على انفسنا بذل 14 يوم حالة من الهلع والخوف والترقب تسود البلدة وضواحيها والانتظار سيد الموقف علما ان الحجر الصحي يجب ان يطال نحو الفي مواطن ينتظر من وصلتهم الرسالة مرور فترة حضانة الفيروس على احر من الجمر مع امل ان يعبروا هذه الفترة بصحة وعافية في وقت تحول فيه السعال والعطس الى علامات سؤال واستفهام في نظر الجمهور اولا ننصح الجميع البقاء في البيت عدم الخروج الى لحالات ضرورة غسل اليدين من الكف على الكف والبين الاصابع جيدا بالماء والصابون او معاقمات استعمال المنديل خاص وقت العطس او السعال عدم اللمس عدم السلام عدم التجمع الاكثر من عشرة اشخاص اذا كانت مناسبة خاصة او في المنتزهات او حتى في البيوت اكثر من عشرة اشخاص ممنوع ممنوع الاقتراب اكثر مترين ممنوع البقاء عند شخص مصاب او مشكوك فيه اكثر من ربع ساعة فننصح حتى في الذهاب الى العيادات الا لحالات الضرورية فنحن كل شخص يصل الى العيادة نسأله اذا كان خارج البلاد اذا كان عنده سعال او كان حم او كان عنده تعب فالرجاء حتى للعيادات الخاصة عدم الذهاب الى العيادات الصحية الا في حالة الضرورة ومرة اخرى في حالة الطوارئ المعلنة رسميا في البلاد تنكشف عورة المؤسسات الرسمية في اسرائيل التي تتعامل بعنصرية مع عرب الداخل بكل ما يتعلق بالتوعية حيث يأخذ اطباؤنا البواسل وعدد من المتطوعين زمام الامور في مجال التوعية ويواصلون الليل بالنهار من اجل صحة الجمهور عامة بدون ان يفرق بين احد الهلع والتحسب من القادم يتصدران المشهد العام في البلدات العربية ما دفع طيارات واحزاب من ضمنهم الحركة الاسلامية الجنوبية الى اخذ زمام الامور وفتح ابواب مراكزهم الى مساندة اضرع حالة الطوارئ واحدهم في سخنين المصنف لمنطقة الجليل متوفرة به مواد غذائية اساسية وركائز حياتية اخرى هذه الازمة سوف تمس اكثر الشرائح الضعيفة العائلات ذات الدخل المحدود العمال ايضا اصحاب الدخل المحدود ونحن كما نرى المعطيات كل يوم يعني حوالي نص مليون شخص اضيفوا الى مراكز طلب العمل وخدمات العمل لذلك الحركة الاسلامية قررت اقامة عدة مراكز في الجليل والمثلث والمركز والنقب في كل منطقة حوالي ثلاث مراكز مخازن بالاحرى هذه المخازن فيها مواد تموينية اساسية هناك حسابات ولكن انا لا اعرف بالضبط كم من الايام على اعتبار نحن لا نعلم هذه الازمة كم ستستمر ولكن نستطيع ان نقول ان هذه المخازن وهذه المراكز بها مواد تموينية كبيرة تستطيع ان تسد حاجات الناس الذين بحاجة الى هذه الحاجات في اوقات الطوارئ مركز الطوارئ التابع لمسجد بلال يعمل على مدار السنة في اغاثة المستضعفين الذين يتلقون مساعدات من مركز الشؤون في المدينة ويقيم فعاليات لطلاب المدارس ويساهم في استثمار طاقات الشباب فعاليات ومبادرات تهدف الى خلق بيئة افضل طبعا في حالة الطوارئ لا اصمح الله لا قدر الله عز وجل وكان اغلاق للدولة فالناس طبعا معروف وضع صعب جدا فلابد ان شاء الله رب العالمين نقدر انساعدا في كل هذه الامور التموينية حتى يزول هذا الوباء الفيروس المتفشي الذي لا يفرق بين مجموعة واخرى مختلفة اوجد مظلة تتسع لجميع الشرائح الاجتماعية والقومية والدينية توحدها وتمنحها فرصة لان تجتمع من جديد اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا في مؤتمر صحفي جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا قائلا ان هذه الاجراءات جاءت استنادا للصلاحيات الممنوحة له كرئيس للوزراء ووزير للداخلية وبعد اجتماعات مطولة وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واحد يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا اثنين يمنع وصول اهلنا من القرى والمخيمات الى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة ثلاث يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق اثنين وعشرين ثلاث الفين وعشرين ويستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملين فيها على ان يبرز بطاقته الشخصية الصيدليات المخابز محلات البقالة اربع يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الاجباري لمدة اربعتاشر يوم في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته خمس تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على ان يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية ستة يمنع وصول العمال الى المستعمرات منعا قاطعا سبعة نطالب اسرائيل بتوفير ظروف انسانية للعمال الذين يبيتون في اماكن عملهم ثمانية نطالب اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه اهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه اهلنا هناك تسعة نحمل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الاسرى ونطالب بالافراج الفوري عنهم جميعا وخاصة المرضى والاطفال والنساء منهم عشرة في ضل مطالبتنا اهلنا بالالتزام ببيوتهم نطالب اهلنا في الثمانة واربعين بعدم التنقل بين الاراضي الفلسطينية والداخل احداش تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية والمالية اثناش يتم نشر قوات الامن الوطني والشرطة وبقية الاجهزة الامنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على النظام العام وتطبيق كامل للاجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات التي اعلن عنها ثلاثاش نطمئن اهلنا ان المواد التموينية متوفرة وبكميات كافية اربعطاش تكون مدة هذه الاجراءات اربعطاشر يوما من تاريخه ونتابع تطور الاحداث يوما بيوم والله الموفق عاش شعبنا البطل وعاشت فلسطين دكتور محمد اشتيي رئيس الوزراء وزير الداخلي منطقة الجولان السوري المحتل السياحية التي تعج بالحياة تحولت منذ صباح اليوم الى منطقة شبه خالية من المتجولين بعد تزييل اول حالة مصابة بفيروس الكورونا في قرية بقعاثة وفرض الحجر المنزلي على كافة بلدات الجولان والخروج فقط في حالات الضرورة القصوى وصلنا الخبر والنتيجة انه في امرأة من قرية بقعاثة مصابة بفيروس الكورونا كبداية اتصلنا مع العيلي شفنا شو اوضاعهم الامرأة موجودة بالوقت الحاضر في حاضر الصحي هي واهل بيتها هي في غرفي لحال واهل بيتها في غرفي لحال بعد هذا الاشي هذا صار فيه بانيكة بالبلد وهلع الناس كثير فعقدنا اجتماع مع الهيئة الدينية والكادر الطبي وصلنا لحل انه اسلم طريقة بالوقت الحاضر انه نحن نطلب من الناس يكونوا موجودين في البيت وعدم التجول حفاظة على صحتهم وصحة الغير اصابة بفيروس الكورونا سجلت لامرأة من قرية بقعاثة في الجولان لم تتضح حتى اللحظة كيفية انتقال العدوى اليها واذا ما نقلت الفيروس لاشخاص اخرين الامر الذي دفع لاصدار قرارات احترازية بحضر التجول لجميع سكان قرى الجولان الامر الذي سبب حالة من الهلع والبلبلة لدى المواطنين اصابة من وين هون السؤال اليوم عبدالدول يعني عبر المواقع التواصل الاجتماعي انه فلين وصل الاصابة للمريضة وفلين وفلين لليوم بعدنا نحن مش عارفين الاصابة من وين اجت المريضة ما كانتش برات البلاد ولا كانت باتصال مع اي شخص اللي هو مشكوك بامره انه يكون معه كورونا وهون الخوف انه كيف منعرف نحن كالطباء انه في اشخاص معينة اللي ممكن ما تظهر عليهم اعراض المرض ويكونوا حملين وهي الفئة اللي هي اخطر شي موجودة بالمجتمع اهم اشي اهم اشي نحن نظلنا قاعدين ببيوتنا الحل الوحيد لحتى نحن نحتوي هذه الحالة لموجودة اليوم وحالة الخوف انه نقعد ببيوت بس المضطر هو اللي يطلع انا الرجل عندي العام اصدر رزقي هو توزيع الخبز الصبحيات فقط على ساعة تسعة كمامي مع معاقم مع كفوف جبت وزعت قد ما اقدر خبز على الاساس انه الخبز الشغلي مهم جدا صعب انه البيت قعد بلاها تخوفات يعيشها اهالي الجولان الذين تحولت حياتهم بين ليلة وضحاها الى كابوس بعد وصول انتشار الفيروس لمنطقتهم حجر منزلي فرضى على الاهالي بهدف حمايتهم من خطر تفشي العدوى مع استمرار وباء كورونا وتمدد اذرعه ليصل العالم وحتى قطاع غزة المحاصرة اطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة تكنولوجية لتصبح معلومات منظمة الصحة العالمية اقرب الى الجهور عبر تطبيقات التواصل وتأتي هذه الخدمات والروابط في اطار جهود شركات التواصل الاجتماعي العملاقة لحل مشكلة الاخبار الكاذبة التي تعاني من انتشارها على تطبيقاتها ومنصاتها والتي قد تكون قاتلة في حالة انتشار الوباء هذا الوباء العالمي الذي وصل عدد الاصابات عبر العالم الى اكثر من 30 الف مصاب فيما وصل عدد الوفيات الى اكثر من 13 الف شخصا والمتعافون الى ما يقارب 96 الف متعاف وحسب الارقام الاحصائية المعتمدة تتصدر قائمة الدول الاكثر تضررا كل من الصين باكثر من 81 الف حالة وايطاليا باكثر من 53 الف اصابة تليها الولايات المتحدة التي سجلت اكثر من 26 الف ثم تتبعهم اسبانيا والمانيا وايران وفرنسا وتتصدر ايطاليا العالم في عدد الوفيات حيث سجلت ارقاما مهولة تجاوزت ال4800 حالة وفاة جراء الفيروس متفوقة على الصين التي سجلت حوالي 3100 حالة وفاة منذ بداية الازمة وعربيا تتصدر دول الخليج القائمة حيث سجلت قطر ما يقارب 480 حالة اصابة مؤكدة ولم تسجل حالات وفاة وشفية من المرض 27 شخصا وتليها السعودية التي سجلت حوالي 400 حالة مؤكدة دون وفيات وشفية منهم 17 مصابا وفي البحراء سجلت 310 حالات مؤكدة تفية منهم شخص واحد وشفية 127 وفي شمال افريقيا تتصدر مصر عدد الحالات المؤكدة اصابتها بالفيروس حيث سجلت ما يقارب 300 حالة وتفية منهم 10 مصابين وشفية 24 اخرون فيما سجلت الجزائر حوالي 140 حالة 15 منهم توفوا فيما شفية 65 وفي المغرب سجلت 93 حالة شفية منهم 3 وتوفية 3 اخرين اما في دول الشام فقد تصدر لبنان عدد الإصابات المؤكدة بـ 230 حالة توفي منهم 4 وشفية منهم 8 فيما ارتفعت نسبة الإصابات في الأردن في ظرف 10 أيام من صفر إلى 100 حالة مؤكدة شفية منها شخص واحد فقط وفي فلسطين التي أعلن الصباح اليوم إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا منهم أول إصابتين في قطاع غزة المحاصر لتسجل 59 حالة وشفاء 17 حالة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر